بعد معاقبته من طرف الاتحاد الدولي ليجيدوا بعشر سنوات كاملة منحت بلدية الأمير بي وهران مستودعا في حي سان بير الشعبي للمصارع فتح نورين الذي قام بتنظيفه رفقة رياضي نادي العزم ليجيدو الذي أسسه قبل موسم وبعد المتطوعين من أجل تحويله إلى قاعة رياضية يستفيد منها أبناء مدينة وهران والتغطية ليسين راشي نحن بعد العقوبة أنا عندي نادي رياضي العزم لي كرينيه لسنة الماضية وين درنا طالب في مارس ودرنا طالب في بلدية الأمير الحمد لله بعد هذه الحادثة استجبونا البلدية ومنحونا هذا المرأب ولكنه هذا مهجور بارك الله وفيكم ساكن كما يقول لك بنقص إمكانيات لي عندهم بنقص إمكانيات لي عندهم دائما حاضرين دائما يعاونوا أنا أدغطك وعاد يجيب وعاد يجيب فأفاس وعاد يجيب مارتو هذا البزوز وجناس ولي راي طالعه باش مدي فيش ميجي الدخان والمخضرات هذا الأفل راي الدور وصافي بليزير سامبول تعجزير ونطلبهم السلوطة التانية تعاونه ما تسمحش فيه هذا طلع عنا الإعلام في بلدان في بلدان في بلدان وفي بلدان وراء معروف عالميا ودخونا وخارج منظر فقيرة وتعزو عامة وتعدين وعدنا مشروع صدير نظرة هنا يرانا نشوف فيها في هذا المرأب مدابين المقاولين يجوا يعاونونا باش الرجعوا هذا المرأب كما راكم تشوفوا فيه بإذن الله يقول لي صرح رياضي يشرف الولاية ويشرف الجزائر ان شاء الله شكرا